في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اول مرحلتين في دايرة الفي اف دي وهما الريكتيفير والديسي بوس لكن خلينا نختصر اللي احنا قلناه بشكل سريع في الاول كان الاسي فولتج اللي جاي لنا من الجنريتور بيتحول لديسي فولتج عن طريق الريكتيفير ثاني حاجة الديسي بوس اللي فيه بالنعم الديسي فولتج واللي كنا بنستخدم فيه الريكتيارجين سيركيت عشان نشحن الكاباستور بشكل سموث أثناء تشغيل الدرايف ولو ما شفتش الفيديو اللي فات ممكن ترجع له الاول قبل ما تشوف الفيديو ده في الفيديو ده هنتكلم عن تالت مرحلة وهي مرحلة الانفيرتور او ممكن نسميها مرحلة الـ IGBT موديولز فيلا بينا نبدأ الانفيرتور البساطة بيتكوم من مجموعة من الـ IGBT او الـ Insulated Gate Bipolar Transistors والانفيرتور هنا مسؤوليته هو تحويل الـ DC اللي جاي لنا من الـ DC بوس لـ AC اللي هيخرج على الـ AC موتور عشان نفهم ازاي ده بيحصل خلينا نقاول نفهم فكرة عمل الـ IGBT الـ IGBT ببساطة عبارة عن سويتش اهم مميزاته ان هو يقدر يفتح ويقفل الاف المرات في الثانية واحدة وفي نفس الوقت الـ Reliability بتاعته بتكون عالية وده لانه Solid State Device يعني بيعتمد على Semiconductor Materials ومفيش فيه اي اجزاء mechanical او اي اجزاء متحركة الـ IGBT بيتكون من ثلاث اجزاء Collector Emmeter ودول اللي الطيار بيمر بينهم وثالث حاجه هي الـ Gate وده الـ Control Terminal اللي عن طريقها بنحدد الـ IGBT بيبقى ON او OFF فكرة عمله البساطة بتعتمد على الـ Gate بحيث لو الـ Gate جايله Postive Voltage بقيمة معينة الـ IGBT بيبقى في الـ ON State وبيسمح للطيار يمر بين الـ Collector والإمتر وممكن نسمي المدة دي بـ T-ON لو الـ Gate جايله Zero او Negative Voltage الـ IGBT هيبقى في الـ OFF State وهيعمل Block للطيار وممكن نسمي المدة دي بـ T-OFF نسبة الـ T-ON للـ Switching Cycle الكاملة بنسميها الـ Duty Cycle يعني باختصار الـ IGBT عبارة عن سويتش بيعدي الطيار او يعمله Block عن طريق التحكم في مدة الـ Switching بتاعة الـ IGBT اللي هي الـ T-ON والـ T-OFF بنقدر نوصل للـ Frequency والـ Voltage المطلوبة ونقدر نحاكي الـ Sine Wave اللي احنا عايزين نوصلها بالظهر هنا كلما الـ Duty Cycle بتزيد فالـ Voltage بيزيد عشان كده هنلاقي الـ Duty Cycle بتبقى قليلة في بداية الـ Sine Wave وبتزيد بعدها بالتدريج وبعدين تقل تاني وهكذا بنقدر نشكل الـ Sine Wave اللي عايزينها وهنشوف هنا الفرق في قيمة الـ Average Voltage في الـ Sine Wave مع تغيير الـ Duty Cycle أما الـ Frequency بتتغير عن طريق التحكم في سرعة الـ ON والOFF الثانية أو الـ Switching Frequency وهنشوف هنا برضو الفرق في شكل الـ Sine Wave مع الترددات المختلفة طريقة دي بنسميها الـ PWM أو Pulse Width Medulation ودي لتعتمد عليها معظم الدرايفز اللي هنتعامل معها دلوقتي بعد ما خلصنا الكلام عن الثلاث مراحل بتوع الدرايفز خلينا نشوف ازاي الكلام ده بقى بيتطبق على أرض الوقر خلينا نأخذ مثال على برئيمة مثلا فيها خمس درايفات بخمس مواتير Drowork A, Drowork B, Mudbomb 1, Mudbomb 2, Subdrive هل بناء على اللي وضحناه في اللي فات نقدر نقول ان لازم لكل درايف منهم سيستم كامل منفصل؟ يعني هل لازم لكل موتور منهم ركتيفير وديسي باس وإنفرتر خاصين بيهو؟ في الحقيقة لا مش دالي بيحصل بالضبط في الحالة دي بيكون عندنا ديزاين كونسبت مختلف شوية وهو اننا نقدر نخلي فيه ركتيفير واحد أو اثنين بالكتير ونخلي فيه ديسي باس واحد مشترك وممكن يكون فيه كذا انفرتر واخدين السبلاي بتاعهم من نفس الديسي باس طب ازاي الكلام ده بيكون معموله سيطب عندنا في الفي اف دي روم خلينا ناخد سيستم إي بي بي كمثال ونبص على الصورة دي عشان نحاول نوضح الديزاين كونسبت بتاع السيستم ده دي عبارة عن كيوبيكلز موجودة في الفي اف دي روم السيستم ده بينقاسم لتو سيكشن سبلاي سيكشن وإنفرتر سيكشن أولا السبلاي سيكشن ده المسؤول عن انه ياخد الاسي باور من الجنوريتور ويحوله للديسي سبلاي سيكشن بيتكون من ثري كيوبيكلز أولا الاسي يو او اكزولري كنترول يونت وده مسؤولة عن حاجات زي الكمنيكيشن الكنترول سيجنال المونيتورينج وهي برضو اللي بتسبلاي 24 فولت دي سي وال220 فولت اي سي اللي هم الكنترول باور اللي احنا بنحتاجهم ثاني حاجة هي الاسي يو او الانكومين كيوبيكل وده جزء الباور اللي بيجيله الاسي انبوت من الجنوريتور والاوتبوت بتاعه بيكون رايح على الريكتيفير ثالث حاجة هي تضايد سبلاي يونت اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده وده الريكتيفير اللي بيحاول الاسي لديسي وهتلاقي داخل لها الانبوت اللي هو الاسي ثريفيز والاوتبوت بتاعها بيكون دي سي ثاني سيكشن هو الانبيرتور سيكشن ولده عبارة عن جزئين أولا الانبيرتور موديل كيوبيكل وهي اللي بيبقى فيها الانبيرتور موديل هم اي ميزاتهード ثاني هي الانبيرتور كيوبيكل طريقة في الستوب لها مميزات كثيرة أهمها أنها مور إفشيشنت من ناحية استهلاك الباور لأن أول شيء الأهم أن الاسي موتور أثناء عملية البريكينج بيجينيرات باور والباور ترجع تاني على الدرايف الريجينرتف باور دي بيقدر السيستم يعيد استخدامها تاني في تشغيل المواتير بدل ما كانت بتفقد كلها في البريكينج رزيستورز على هيئة حرارة وده بيخلي السيستم لو عليه مثلاً خمس أو ست مواتير وفيه اثنين منهم بيعملوا بريكينج يقدر يوفر جزء من الباور اللي مسحوب من الجينيراتور في الوقت ده ويستخدم الريجينرتف باور في تشغيل المواتير التانية وممكن نشوف قدامنا مثال من منوال إي بي 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 بيوضح مثال على النقطة دي ثاني ميزة برضو أن كل الدرايفز تتشارك في نفس الريكتفاير بدل ما كل واحد له الريكتفاير الخاص به وده بيقلل الكورنت المسحوب من الاسي سبلاي وبيقلل الالكتريكال لوسز اللي في السيستم برضو من مميزات السيستم ده أنه أفصل كتير في الوايرينج لأن أنا باخد اي سي سبلاي واحد بس بغذي به أكتر من درايف وده بيخلي الكابلات أقل والتركيب والصيانة أسهل بكتير بس كده أتمنى أن يكون قدرت أوضح معظم النقطة بشكل كويس واللي شايف الفيديو يكون استفاد إن شاء الله في مواضيع كتير لسه عايزين نتكلم عنها الفترة اللي جاية ولو برضو في حاجة معينة عايزنا نتكلم عنها أو لو عندك أي فيد باك عن الفيديوهات ممكن تبعتلي شكرا جدا وإن شاء الله أشوفكو في فيديو جاي